خيبة أمل كبيرة تسيطر على المعارضة السورية بجميع أشكالها بعد أن تخلت عنها الدول التي اعتبرت نفسها صديقة ودعمة لها لسنين وبات الأسد يستجمع قواه ويرسم الخارطة السورية على هواه من جديد فبعد نحو ثماني سنوات من الحرب الدامية في سوريا أربك تغير رؤية الدول الغربية بشأن حل الأزمة السورية من إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد إلى إدارة بقائه في السلطة حسابات المعارضة السياسية وخلط أوراق الغايات والأهداف التي ارتكزت عليها تحركاتها منذ تحولت الحرب من انتفاضة شعبية سلمية في عام 2011 إلى حرب مدمرة امتدت ارتداداتها إلى كامل المنطقة والعالم وعلى امتداد السنوات الثماني الماضية وقعت المعارضة السياسية ضحية للظروف المحيطة وضحية أيضا لتشرذمها وانقسامها وأصبحت مهمشة مع تحول العملية الدبلوماسية بعيدا عن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد نحو إدارة بقائه في السلطة فلقد توقفت الدول الغربية منذ زمن عن المطالبة برحيل الأسد ولم يعد لها أي دور حتى في المفاوضات السياسية التي ترعاها روسيا وإيران حليفتان نظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة أما بالنسبة لأمريكا التي كانت الداعمة الرئيسية للمعارضة السورية فقد بدأ تهميشها للمعارضة عندما انتقلت من دعم تغيير النظام لعكس ذلك حين قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيم جيفري إن أمريكا تريد أن ترى نظاما مختلفا وهي لا تحاول تغيير النظام ولا التخلص من الأسد وفي ظل التطورات الأخيرة يقول أمل المعارضة في تحقيق التغيير الشامل الذي سعت إليه في بداية الحرب في المقابل لدى المجتمع الدولي مصلحة في العثور على إسعافات أولية للتخفيف من العنف في سوريا واتخاذ خطوات نحو حل أزمة لاجئها وهو ما قد يعني أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيقدمان المساعدة لإعادة إعمار البلاد إذا أظهر النظام السوري استعدادا لتنفيذ البعض من التغييرات المؤسساتية وبالتالي فأنه سيتعين على ما تبقى من المعارضة السورية العمل على الإصلاح الدستوري السوري مع مبعوث الأمم المتحدة القادم أو مواجهة المزيد من التهميش ترجمة نانسي قنقر